تزايد المخاوف لدى المواطنين بمحافظة حضرموت من انتشار وباء الكوليرا وإمكانية تفشيه بالمحافظة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في بعض الشوارع العامة وتعد هذه المجاري أهم أسباب انتشار الأمراض والأوبئة عبر تكاثر البعوض والحشرات المختلفة فيها مما يتسبب أيضا في تلوث الأغذية والبيئة المحيطة بالسكان كل ذلك يثير مخاوف المواطنين من تفشي مرض الكوليرا التي بدأت موشراتها في أوساط السكان نعاني من المجاري منطقة الخليف والسحيل فهذه المشاكل الصحية تأثر أثر كبير في المجتمعات أثر غير عادي في انتشار الأمراض وبالرغم من التدابير والإجراءات الاحترازية التي تجريها الجهات المختصة في المحافظة يتحدث بعض الأطباء عن ظهور حالات مصابة بالكوليرا وهو ما دفع بالبعض المطالبة بتفعيل الحملات التوعوية والإرشادية بمخاطر الكوليرا لمواجهتها والحد من انتشارها طبعا هذه المجاري لها خطورة كبيرة جدا وهي حاضنة لكثير من الأمراض حاضنة لكثير من الحشرات عن طريق هذه الحشرات عن طريقها تنتقل الأمراض طالب المواطنون الجهات المختصة القيام بواجبها تجاه هذا المرض الذي بات يهددهم كما يأملون أخذ التدابير اللازمة وسرعة معالية مشاكل تصريف مياه المجاري تجنبا للإصابات بالكوليرا والأمراض الأخرى حدد مساعد قناة بالجيسة حضر موت ترجمة نانسي قنقر